همام كان باستمرار متألق مباراة أهل وزمالك. ليش معنى مباراة أهل وزمالك؟ يعني سبحان الله يا كبت المصطفى. يعني أنت المباراة الأهل وزمالك تحس أنها لها طبع خاص. بطولة جانبية. خلي بالك المباراة دي يا أمة تأتي نهي على نجم. فأنا بالنسبة لي يا كبت المصطفى من الصغر. زي ما قلت لك 16 سنة كنت مميز جدا في ممتشة الأهل وزمالك. 18 سنة كنت مميز جدا. فضرت بقى. مين أصعب راس حربة تعبك في أندية مصر كلها؟ كابت المصطفى. يعني بصراحة كل المهاجمين اللي عبت عليهم كانوا صعبين جدا. لا المهاجم اللي أنت كنت شايل همه أو مئة أو اثنين مهاجمين أو مهاجم. يعني هقول لك مثلا أنا الحيط كابت نعالي بجرشي في الآخر. يا سلام. كابت نعالي كان مميز أوبع عام الهواء. بصراحة يعني كان مقلق جدا جدا. وأنت في الهواء صعب جدا أنك تدخل منه حاجة. ده بيحرك راسه كده في الهواء. زي ما كوماس حطيتها على كبالي. بالضبط. دور رهيب يعني. كان بيجيب الجوال صعبة قوي. وكمان كابت الموسعد نور. الله يرحمه. كابت المصري. من المهاجمين اللي كانوا برضك مقلقين جدا. كابت مصطفى قوي. بلعب رجلال اتنين. بلعب بباغه. محطة. بيعرف يفوت. فكان برضك من ضمن الحاجات بالحسابة. علي خليل كان أثر على المهاجمين. أثر على المهاجمين يا كابت المصطفى. اللي كان بيوصل للجوال. إن يكونوا شوية بيروح للجوال. بالضبط. فكان صعب جدا. طيب. هقول لك على حاجة. ودي بعض الناس هتستغربها. تعرفين إن ماهر همام. متلبت كم سنة ماهر في النادي الايل ومنتخب مصر. يعني أنا في المنتخبات ناشئين سنة. والشباب سنة. والعلم بسنة. ولعبت مع المنتخب مصر حوالي عشر سنين. يعني تاريخك كله كروي. يعني حوالي ما يقرب عن عشرين سنة كابت المصطفى. عشرين سنة. خدت فيهم كم انذار. ولا انذار. تصوروا. اللعيب بيلعب في الحتة دي بالذات. وأخطر حتة بالنسبة للاختراك بالنسبة للحرس المرمى في الحتة دي. باهر همام هو اللعيبي الوحيد في الكورة المصرية. اللي ما خدش ولا انذار طوال ساعتاشر سنة أو عشرين سنة. تفتعمل ايه؟ أنا كابت المصطفى. انت عارف كلهم طبعاً أصحابي وحبابي. إذا كانوا في المنتخب أو في النادي. وبعدين أنا كنت. كنت لتركيزي كنت ان انا ازاي استخلص الكورة. من مهاجم. وكنت لتركيزي ان مهاجم ده ميرحش تسابت أو إكرامي. كابت المصطفى. يعني حيني ممكن مثلا رأس حربة يعني خلي ممكن. تشده من فانيلا. ممكن وبيجري تشده من فانيلا. فانا كنت لا ما بحاولش ان انا يعني اتعامل بنوعية. أو بشكل فيه ازع على المهاجم يا كابت المصطفى. يعني أنا لما كنت بخش كنت بخش على الكورة. بخشش على رجله. ولا كنت مبض الحكام. لا الحكام كانوا برضك الكارت كان عزيز وقتها لو تفتكرك. ما كانش بيطلع سهل يعني. طيب. فاكر جوائز احسن اخلاق اللي انت اخدتها من الاخبار والمسا. كان بسبب برضو حتة ان انت مخدش ولا انذر. كلمني على الجاجة. اول تكريم يا كابتن يعني طبعا في نهاية المسلم. كانت لمؤسسة الاخبار. كانت عاملة احسن لاعب. احسن حرس مرمى. خدت انا او كابتن طه بصر رحمة الله عليه قبل كده. بضبط. السنة دي انا دوني احسن اخلاق. ودي كانت جديدة يعني. سنة كام. دي كان السنة التمانين. تمانين. وخدت درع اكاديمية الشرطة. عشان اللقب ده خدت درع من الشرطة. اه. اكاديمية الشرطة على حتة احسن اخلاق. احسن. ما انت ماخدش انذرات. انا بزارة بلعيب كورة في الدنيا كلها. ما بيخدش انذرات. وبعدين اكدت المصطفى. انا فاكر المفاجأة كانت في اليوم ده. ان الحجة عرفة الله ارحمه. الله يرحمه يحسن. بعتنا مع الحجة حليم الف جنيه. ودي كانت كانت المفاجأة في صالة اخبار اليوم. ان انا اتكافئ. بمكافئة الف جنيه من الحجة عرفة. ان انا كان في جريدة هناك اسمها الاهلوية. بتطلع في اسكندرية. كلها اهلي يعني. فرشحتني احسن لاعب في السنة دي. فبنان عليه. بعتني الالف جنيه. انا عرفة ده كان من محبي النادي الاهلي. وكان راجل جميل. رحمة الله عليه. هو الحجة حليم. رحمة الله عليهم. فاكر كمان الفرانس فوتبول. لما كتب منشط عليك. انه. واخدتك غلاف كده. انا بدور على هذا الغلاف. مش عندك انت ده. لا لا. انا حاولت ادور عليها. حاجاتي كلها يجب ان نزح. اه طبعا يا كبتن طبعا. لكن انت فرانس فوتبول ما كتب تعليك كده. انا اتفاجئت يا كبتن مصطفى. مباراة الجزائر هناك. ادعو تمانين منتخب مصر. نعم. اني. اه. بعد المباراة. احنا في اللوبي كده. بريم يوسف بيفتح الفرنس فوتبول. فلاقى صورتي. نكتوب بالفرنساوي. بس احنا مع الاسف احنا يعني. احنا مش فهمين ايه اللي موجود في المجلة يعني. نعم. فبدأنا يعني. اولا اشتريتها. اه. اشتريت المجلة دي. اه. وسبحان الله. انا يعني. وانا بعزل من العباسي المدينة نصر. مع الاسف نسيت كارتونة فيها. كل الحاجات دي مع الشرايط واوة. سفرت. مع الاسف. اه يعني. كل حاجات طلعت مع دي. ما عرفش تجيبها تاني. ما عرفتش سبحان الله يعني. اه مع الاسف يعني. اشتركوا في القناة.